سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا بيان كتبه الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بتاريخ السابع من زفر لسنة 1430 للهجرة الموافق الثاني من شهر فبراير لسنة 2009 كان هذا البيان ردا على أحد المشاركات على الموقع وعنوانه ومن قال لك أنك من الجاهلين بربك وربي يا صاحبي وحبيب قلبي إن الحب ينقسم إلى قسمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين والتابعين للحق إلى يوم الدين وبعد يا صاحبي ليزال ظني فيك حسنا وعظيما أنك من عباد النعيم الأعظم والنعيم الأعظم هو أن يكون الله راضيا عليك ولكنك لم تكتفي بذلك بل تريد أن يكون الله راضيا في نفسه وليس ذلك اعتراضا على ما شئت الله قد أخطأت يا صاحبي وحبيب قلبي وقرة عيني ولسوف أوجه لك سؤالا هل تحب الله فإن قلت نعم ومن الذي لا يحب الله ومن ثم أقول ولكن الحب درجات فهل تحبه حبا شديدا فإذا كان الجواب نعم وهو أعلم بما في نفس عبده فمن ثم أقول لك إن الحب ينقسم إلى قسمين الأول حب من أجل الملك الثاني حب من أجل الذات فإذا كان حبك لربك من أجل أن يوقذك من عذابه ويدخلك جنته فلا مشكلة ولكذلك بإذن الله إن الله لا يخلف المعاد وإن كان حبك لذات الله فتعبد رضوان نفس الله في ذاته فهنا الهدف صار عظيما جدا 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 بل ويحيل بينك وبين تحقيق هدفك كيفة الأمم الضالين عن الحق ما يدب منهم أو يطير من البعوضة فما فوقها وذلك لأنك تريد الله أن يكون راضيا في نفسه وهنا حققت الهدف الذي قلقك الله من أجله تصديقا لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم والغاية تبرر الوسيلة فإذا كنت لا تعبد الله من أجل أن يدخلك الجنة فحين دخلك الجنة يكون قد رضي الله عنك وأرضاك بما كنت تريده منه بأن يقيك من ناره ويدخلك جنته وهنا غايتك حول نفسك يا صاحبي إن كنت كذلك ولكني سوف أسألك سؤال وأرجو أن تكون في منتهى الصدق معي بالإجابة لو أن أحب أولادك إلى نفسك عصاك مئة عام لا يطيع لك أمرا ولا قدر الله ذلك ومن ثم رأيته يوم القيامة يصطرخ في نار جهنم فهل ترى أنك ستكون سعيدا بالنعيم والحور العين وولدك في نار جهنم نادما على عسيان أبيه أشد الندم فإن قلت يا رب شفعني لما شفعك الله فيه شيئا ولماذا يا صاحبي لأنك تجهل ربك إن فعلت ذلك ولكن لو قلت يا رب لقد عساني ابني بل حتى ضربني وقد ندم على ذلك وأنا أسمع صراخه في نار جهنم يقول ليتني ما عصيت ربي وأبتي ويا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وشعرت في نفسي بحسرة على ولدي لا يعلم بمداها سواك فتفكرت فإذا كانت هذه حسرتي فكيف بحسرة من هو أرحم بولدي مني ووعدك الحق وأنت أرحم الراحمين وهنا يأتيك الرد من ربك فيخرج ولدك إليك ويلحق بك في جنة النعيم يا صاحبي وحبيب قلبي فلا تظن أن الله سعيد بتعذيب عباده وعلم أنه أرحم بعباده من أمهاتهم وآبائهم ولكن مشكلتهم أنهم من رحمته يائسون لأنهم لا يعرفون ربهم وسبق وأن علمناكم ما يقول الله بعد أن يهلك عباده الذين كذبوا برسل ربهم فيدمرهم تدميرا ومن ثم يقول في نفسه يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم وعليه فإني أشهدك يا صاحبي فكن من الشاهدين أني حرمت جنة النعيم على نفسي حتى يتحقق نعيمي الأعظم منها وهو أن يكون ربي راضيا في نفسه لأنني أحب الله أكثر من كل شيء في الدنيا وفي الآخرة فكيف أهنأ بالنعيم والحور العين وقد علمت ما لم تكن تعلمون ولذلك سوف يجعل الله الناس أمة واحدة فيهدي الناس أجمعين الأحياء منهم والأموات إلا من أبى رحمة الله وكره رضوان الله وأولياء الله وهو يعلم أنه الحق فقد ظلم نفسه ولن أتجر أن أدعو الله حتى لا يكون لله ألد الخصام وإنما علمت بحسرة الله على الظالين وليس على الشياطين الذين هم للحق كارهون وهم يعلمون أنه الحق أولئك هم أولى بنار جهنم صليا من الظالين الذين لو علموا الحق لاتبعوه أي أن الشياطين هم أولى بعذاب جهنم ممن دونهم وأراك وكأنك تمقتني بسبب قولي أني مستعد أن أفتدي بعوضة بدرجة الملكوت كله إن أعطاني إياه ربي فما السر يا صاحبي فلسوف أخبرك به والله الذي لا إله غيره ولا أعبد سواه ما كان اعتراضا مني على ما شئت الله وبذلك عليم ولا رحمة مني بالبعوضة لأن الله أرحم بها من عبده ولكن بقاؤها في نار جهنم حال بيني وبين تحقيق نعيمي الأعظم والنعيم العظم بالنسبة لي هو أن يكون الله راضيا في نفسه وكيف يكون الله راضيا في نفسه ما لم يدخل كل شيء في رحمته كافة الأمم من البعوضة فما فوقها مما يدب أو يطير إن ربي فعال لما يريد وقال الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد صدق الله العظيم وتصديقا لقول الله تعالى عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَهَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا صدق الله العظيم وفي سر البعوضة فما فوقها من الأمم يكمن سر الإمام المهدي الذي يهدي به الله الناس جميعا فيجعلهم بإذن الله أمة واحدة ما دون الشياطين حتى يذوق وبال أمرهم وفي الآية الآتية تحمل سر الإمام المهدي الذي يهدي له به الناس جميعا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الإمام المهدي الحق من ربهم تصديقا لقول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم ويا أخي الكريم لماذا الإمام المهدي هو الوحيد الذي استطاع أن يحقق المهمة فينقذ الأمة أجمعين فيجعل الله العالمين كلهم أمة واحدة أليس إلا بسبب هدفه العظيم في نفس ربه والله المستعان على ما تصفون ويا صاحبي لقد اتخذتك خليلا ولن أتنازل عن صحبتك ما دامت السماوات والأرض بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة يا قرة عيني وسلام الله عليك وعلى آل بيتك أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني